قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام الكونغرس الأمريكي إنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة وأنه من شأن هذا الرصيف المؤقت أي الميناء أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم وقال بايدن إنه طالب قادة إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع مؤكدا أن المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تكون مجرد اعتبار ثانوي أو ورقة مساومة بايدن قال إنه يعمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة هذا وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات مشيرنا إلى أن شحنات الأولية ستصل من قبرص وذكر المسؤولون أن إن شاء الميناء سيستغرق عدة أسابيع وأكدوا أن العملية لن تحتاج لقوات أمريكية على الأرض وأن هذه القوات ستظل في سفن قبالة الساحل ترجمة نانسي قنقر